لذلك أستطيع أن أتلمح الوجه العرفاني الوجه الإيماني للسعادة أن تكون سعيداً معناها أيها الإخوة أو جزء معناه ولازم معناه أنك عبد شاكر لست حبداً كفوراً لأن جوهر الشقاوة هو الكفر الكفر بنعمة الله عدم إحساسك بما أولاك الله بما أعطاك الله عدم تثمينك وتقديرك لما أعطاك الله من النعم أيها الإخوة ونظرك الدائم والدائب إلى ما أولى الله وخول غيرك من الناس كفر بالنعمة فأنت شقي لا يمكن أن تكون سعيداً لا يمكن السعادة لا تطرق بابك ولن تكون من السعداء ستكون شقياً تعيش وتموت الأبعد الأبعد لا جعاناً له وإياكم الأشقياء سيعيش ويموت الأبعد شقياً فالسعادة إذن مظهر عرفاني مظهر يدل على التكامل الإيماني على النضج الإيماني أنا سعيد لأنني مؤمن لأنني مقر ومعترف أبو إلى الله بنعمته تبارك وتعالى عليه كما أبو في نفس الوقت بذنبي فأنا لا أستحق هذه النعم السوابغ لكنها من فضل الله من روحه من عطائه أيها الإخوة من إفضاله عليه وتنعيمه لي فالسعادة لها وجه الإيماني